الخير وأهلاً بكل سيدة المشاهدين ينضموا إلينا من خلال شاشة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين رجعنا لكم مرة تانية ورمضان 2019 ومصر جميلة والسنة دي تيمة مختلفة تماماً طبعاً زي ما حضراتكم عارفين أنه مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي فقررنا النهاردة أو يعني قررنا السنة دي أن احنا نعمل مع حضراتكم الدول العربية في أفريقيا ونتكلم على الحضارة والثقافات المختلفة والمتنوعة اللي بتضمنا كلنا واللي بتجمع ما بيننا كشعوب عربية وأيضاً أفريقية اسمحونا في البداية أن احنا نرحب بجوفنا وطبعاً طارق كل سنة وانت طيب بس انت قاعد بعيد النهاردة سيخير عليكم جميعاً وكل سنة وكل مصر دايماً بألف خير وسعادة ودايماً يا رب متجمعين على الخير وزي ما بنقول دايماً إن رمضان يجمعنا ودايماً بنقول إنه ما نقدرش كمصريين في بلدنا يكون عندنا ضيوف وصحاب بلد وما يكونوش معنا احنا قررنا السنة دي إن شاء الله في مصر جميلة نحتفل مع حضراتكم في رمضان بما إن مصر هي رئيسة اتحاد الأفريقي يعني إن شاء الله هنكتهد كلنا كفريق عامل إن يكون عندنا ليلة من كل بلد في أفريقيا إن شاء الله تكون موجودة معنا بإذن الله في مصر جميلة نهاردة عندنا ليلة حلوة هند جداً نهاردة معينا ضيوفنا النهاردة من المغرب الشقيق وطبعاً هم بلدهم التاني مصر بنرحب بكل ضيوفنا من المغرب واسمحولنا إن إحنا نرحب أيضاً بدكتور الحسيني أبو عميرة مستشار إعلامي كلية أداب جماعة القاهرة السقافي أهلاً بحضرتك يا فندم ومنورنا أهلاً وسهلاً وحضرتك منورنا ومعنا كمان السيدة زكية رئيس رابطة الجالية المغربية هنا في مصر وحضرتك بعرفين على المجموعة الحلوة اللي معنا أهلاً بكم ومرسي لدعوتكم لينا في البرنامج أنا زكية صحماوي رئيس رابطة الجالية المغربية ومعي الجالية المغربية اللي كانت مقيمة هنا في مصر وتشارك معنا إن شاء الله بالتعريف إلى حد ما بالتقافة المغربية والطقوس دينا المغربية في رمضان يعني معنا الدكتور ويسان خسائن نفسي ونفنانا دينا هناء ومعنا سيدة لطيفة مديرة التصريق ومعنا الشيف نور غنيعة التعريف هي اللي مصايبة ناشة بكية في مصر كلها ونورة سيم غريبية وسيدة صباح خبرت تجميل خليني أنا يعني أبدأ كمان معك ومع السيدة المشاهدين إحنا بنتكلم على هنتكلم على عادات وتقاليد المغرب وزي ما يمكن قالت السيدة خديجة رئيسة الربطة بتتكلم على العادات زكية زكية السيد زكية ما أنتو كتير بصراحة ماشا الله نارضة جفنا كتير هنتكلم على كل العادات والتقاليد النهاردة اللي موجودة في المغرب عندنا خبراء في التجميل عندنا طبعا الحمام المغربي هنتكلم عليه كتير والأدوات المستخدمة فيه عندنا المصممين الأزياء وكمان هنتكلم على الأكلات المغربية يعني الحقيقة يعني شيء متكامل كله يعني هنتكلم على الثقافة المغربية شكل متكامل خليني أرحب بالأستاذة صباح أحمد عيسى أخصائي تجميل أهلا بك أستاذ صباح وبرحب أيضا بالأستاذة إلهام ليان أهلا بك أستاذة إلهام أهلا وسهلا برحب بالأستاذة نورة أحمد مصممة الأزياء أهلا بك أستاذة نورة وبرحب أيضا بالأستاذة نورة أهلا نورة وطبعا وأخيرا معي الأستاذة لطيفة عبد الرحمن مصممة الأزياء المغربية أهلا بك أستاذة لطيفة تقع المغرب في أقصى غرب شمال إفريقيا وأكبر مدنها الدار البيضاء التي تعد العاصمة الاقتصادية من أهم المدن سلة، فاس، مراكش، مكناس، طنجة، أغادير، تطوان، وزان، وجدة، وسطط، والحسيمة يطل المغرب على البحر الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا المغرب عضوا في الأمم المتحدة منذ 1956 وجماعة الدول العربية منذ 1958 واللجنة الدولية الأولمبية منذ 1959 ومنظمة التعاون الإسلامي منذ 1969 والمنظمة الدولية الفرانكوفونية منذ 1981 المغرب عضو مؤسس في الاتحاد المغرب العربي منذ 1989 ومجموعة الحوار المتوسطي منذ 1995 ومنظمة حلف شمال الأطلسي كحليف رئيس خارجه منذ 2004 ثم الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008 المملكة المغربية بلد الطبيعة وسياحة المناظر الطبيعية الفريدة فالمغرب استفاد من موقعه في القارة الإفريقية وانفتاحه على البحر الأبيض المتوسط وانتماؤه للوطن العربي ليكون البلد المضيف للعديد من السياح من مختلف الأجناس بلد عربي يتميز بتنوع تضاريسه بين جبال وهضاب وبحار جعلته وجهة سياحية عالمية للمناظر الطبيعية كما يضم المغرب عددا من مواقع التراث العالمي نظرا لأصول المغرب الضاربة في عمق التاريخ نرجع مرة تانية مع كل سيد المشاهدين ونواصل لقاءنا مع حضراتكم ومصر جميلة وقبل ما نتكلم على العادات والتقاليد والثقافات المتنوعة اللي موجودة في المغرب واللي المغرب الحقيقة غنية بيها جدا سمحونا ان احنا نتكلم في البداية عن العلاقات المصرية وعمق العلاقات المصرية المغربية مع حضرتك دكتور حسين بدأت العلاق بين مصر والمغرب دلوقتي تأخذ على قرابة 70 أسام أعتقد في سنة 1958 تقريبا لما دخل الإسلام المغرب بدأ طلاب العلم والعلماء والفقهاء انهم يجوا مصر وبدأوا يتوغلوا في الأمر وصلوا لدرجة وفي التجارة وفي الصناعة وفي الاقتصاد لدرجة ان وصلوا لأعلى المناصب في مصر حتى اسمه اللي هو شاه بندر أو شيخ بندر ده مسجل عندنا في الأرشيف المصري كان مغربي هناك علاقات ثقافية كانت على أعلى مستوى وحاليا على مستوى البحث العلمي كان فيه 15 فيه اتفاقية للتمكين ل15 بحث علمي من بين 48 بحث علمي تموا بالفعل على مستوى الاقتصادي كان فيه سلسلة معاهدات واتفاقيات مشتركة ما بين الدولتين على مستوى الديني تمام؟ على مستوى الاعلامي على مستوى طبعا على مستوى الرئاسي فيه لجنة على مستوى الرئاسي من ناحية السياسية طبعا لترسيخ مبادئ القانون الدولي والقضاء على الإرهاب وظواهر الإرهاب وإلى آخره دعمه مشترك قوي لريادة إفريقيا في مصر بالمناسبة احنا كنا عندنا السناد في جامعة القاهرة عام إفريقيا عام إفريقيا طبعا ريادة السيسي مش من فراغ يعني تمام؟ قوة الدولتين بيساعدوا في دور إفريقيا القوي لأن أصل القرار هو إفريقيا بصفة عامة طيب داي خلينا نتكلم على تنوع الثقافات والحقيقة أنه المغرب احتضنت الثقافات المتنوعة والناس اللي بولها من الشمال والجنوب والشرق والغربة أيضا وكلهم امتزبوا مع بعض وطلعوا ثقافات متنوعة ولكن بطابع مغاربية إيه الثقافات المتنوعة اللي عندكم أستاذ الزكير بالنسبة للثقافات احنا عندنا ثقافات بزاف أكيد شنو تحديدا بغيت نهدر لك ألايش على إيه أعزائي؟ يعني عرفينا أكثر يعني أنتو جالكوا ناس من الجنوب من أفريقيا جالكوا ناس من أوروبا جالكوا ناس من الشرق والغرب وكلهم امتزبوا في الثقافة المغربية تتمثل بقى في نوعية الطعام تتمثل في اللغات المختلفة اللي عندكم؟ لايه بالنسبة للغات ممكن فيه تأثير شوي تأثرنا باللغة الفرنسية ولكن كلغة تانية اللغة العربية هي اللولة وبالنسبة للثقافة المغربية لا تترتبش حاجة جسمون بجر يعني الطبخ المغربي هو هو ثقافنا كايت جميل كالأعشاب دينا كل شي هو هو لا تغيرش لا لا تغيرش لا لا تغيرش حاجات طبعات بأوروبا بس انتوا صدرتوا ثقافتكم للخارج لانه الحمام المغربي ده ممشهور جدا في كل مكان ممتشر في كل حتة وغير كده كمان الأكل المغربي يعني اعتقد انه دلوقتي بقى مشهور هو دائما مشهور ماشي دابا هو دائما مشهور وما تأثرش على فكرة احنا عدنا الطعام اللي هو الكوسكوسي ده عدنا قديم من زمان يعني فما تأثرت بشي حاجة وحنا عرفنا به بزاف ديال دول بتعرفوا بالمطعم المغربي يرقم جوجه في العالم الحمد لله لانه الحريرة مميزة را ما كيناش جاع احنا متحيزين للمغرب انتوا معانا طيب يعني الحمد لله يعني احنا ما تأثرناش بالزاف بالثقافة الغربية يعني بقى متشبتين بالثقافة المغربية طيب خليني اروح بقى للقلب الثقافة المغربية وشايفين الوان تجنن كده هنت وفستين وليبس حيال وقوي وهتكلم مع الأستاذة لطيفة تكلمين عن الزي المغربي والتصميم بتاعه واختيار الألوان كمان بدأت ازاي الحكاية؟ مبارك العواشر مبارك الرمضان عليكم مبارك الرمضان عليكم بتتخذ السادارة في التصدير ديالها العباية العباية سواء بالنسبة للرجال او للنساء واحتى الأطفال فلينا تقوص وعادات ما كنتخلوش على يعني الحاجات دي من زمان من العهد القديم ديال المولوك وسلاطينة المغرب كله القفطة المغربية يحتل الدرجة الأولى اه صحيح تدخلت عليه تعديلات جديدة في الكشيطة في القفطة لكن يحتل السادارة الأولى طبعا اللون الأساسي لا اللون الأساسي ده لا كل وقت يلبس حسب اللون اللي يبغى إنما الموديلات كتختلف من سنة لسنة يعني مرة تكون الحرير مرة كيكون القطيفة مرة كيكون الشيفونات الشغل كيختلف موديل على موديل كل سنة نطلع بموديلات جديدة حيث المرأة المغربية دي مغسى تشريج جديد وتتشريج بزاف دايماً عدنا في العدد ديالنا دايماً رمضان والاستعدادات ديال رمضان كيكون اللي يقبال بزاف على اللبز والعبايات عشان تقص رمضان ناسي كتمشي الجامع سواء العيالات الستات أو الرجالة يعني وكمانت كيزيد شراء ديال العبايات المغربية لما يجي قرب العيد قاعد الستات كلهم بتاع المغرب لازم يخش العيد تكون عندها طأم مغربي جديد كامل كامل بالإكسسوارات بالقزمة بتاعته عشان لما يخش العيد وتروح عند أهلها وأهلها يجوا عندها لازم تستقبلهم مكلف بقى طبعاً القماش بس الوحده طبعاً 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 يعني فالقماش بس الوحده بشيء الفلاني ما بلك بقى الشغلي حتروح توديل عند المصممة الأزياء عشان تشتغلوا لك والخارز والترتر والحريط يعني طبعاً وكله هند ميل كله شغل يدوي يعني مش مكن ولا حاجة كله يدوي كله يدوي تحب تطرف الأكلات بتدينه غنى يعني أنا بشوف أن زين المغريبي أو قفطان المغريبي غاني بشكل طبعاً غاني يعني التعريف يعني أنا بنشوف ببين ربط آه في الميدان كله بتتصدير الأوروبا ودول يعني إحنا بنعرف أن دول الخليج العباية بتاعتهم حاجة جميلة بس التصدير بتاعنا للمغرب الحاجات المغربية ومنتوجات المغربية تاخدوا الصدارة الأولى للدول الأوروبا ودول العربية دول الخليج بالدرجة الأولى الصحافة في الفترة الأخيرة كانت أشادت بالدور ده فعلاً على كلام بتاع المغربي وهي متميزة جداً متميزين جداً يعني في التخصص العباية بالذات طب إحنا عايزين نتكلم على التنوع التراثي في المغرب مع حضرتك وإحنا معانا الأستاذة هناء السفراوي وهي فنانة مغربية أهلاً بيك أهلاً بحضرتك حاجة رمضان كريم على مصر والمغرب وكل الدول والعالم الإسلامي ويا رب دايماً كده بخير وسلام إن شاء الله يا رب أول حاجة اللي ميز المغرب هو موقعه الاستراتيجي بحيث إنه منفتح على أوروبا ودي حاجة حلوة جداً إنه بيخليه منفتح بالتحديد على إسبانيا وده كمان اللي بيخلي القفطان المغربي عالمي يعني التنوع ده التنوع المناخ كمان عندنا في المغرب بيخلي سياح كتير تقيلنا المغرب يعني مثلاً إنت كسائح قيت للمغرب عايز قو صحراوي في مدن مختصة بس بدا زي الدخلة والعيون عايز مناخ في برد شوية في جبال الأطلس عايز قو في تلق في مدينة بس الوحدة سبحان الله اللي من عندي ربنا حتى لو صيف أو كده هي بتنزل تلق يعني مدينة إفران تعتبر سويسرة الثانية عايز إنك تعيش في العصور الوسطى تحس بحاجات تراثية وكده مدينة فاس مدينة موراكش مدينة موراكش ده على فكرة مصنفة من اليونسكو عالمياً تراثياً يعني أنا أصلاً عندكم هناك سوق كبير أوي في مراكش الفنا هو المصنف من اليونسكو عالمياً دقامع يعني بيتميز بتنوعه بتوراس بحاجات كتير جداً واللي بيميز المغرب إنه في تنوع عرق كبير جداً على فكرة يعني إحنا مغربة في مغربة عرب ومغربة غير عرب اللي هم بأمين مين اللي هم الأمازيغ الأمازيغ معروفين جداً في المغرب العربي وكمان أسمع إنه في أمازيغ في مصر يعني في أقل أكير ده خلينا نتكلم على اللغات واللهجات المختلفة أه صحاً أولاً رمضان كريم الله أكبر بالنسبة للغات أول حاجة تكلم مصري أو تكلم مغربي مغربي دعاً ده يوم مغربي النهاردة وأول حاجة أعيز أقول إنه رغم التنوع العرقي ده في المغرب ده مش بيعتبر ضعف بل اللي يميز يعني المغرب إنه رغم التنوع العرقي ده ده قوة كبيرة له عشان كلنا بنتعايش يعني بسلام وإن إحنا مؤمنين إن الإختلاف ده طبيعة ربانية من عند ربنا وحاجة تانية غير العلاقات القوية من بين المغرب ومصر أعيز أ أشيد إنه في تراس يعني مشترك بيننا وبينكم يعني مثلاً مولد السيد النبوي ده مولد تحفة في طنطسح ده بقى أصله من المغرب على فكرة أكيد عارف المعلومات ده فيارب دايماً كده نفضل يعني أكيد إن شاء الله مغرب بلد شقيق وإنته طبعاً في بلدكو التاني مصر لا أنا مش بحسين أنا في بلدكو التاني على فكرة زي مصر زي المغرب ما فيش فرق على فكرة عشان مصر هي مش بس أم الدنيا على فكرة هي قلبي الدنيا وإنت عارف بقى القلبي في القسم كل أهميته لبقيت الجسم طالما بينبض القسم حيفضل سليم يعني إحنا الدول العربية حنفضل سليمة طول ما قلب مصر سليم مرسي يا ربنا أخي مرسي لحضرتك تنوع اللغات أو اللهجات بقى يعني مش لازم لغات اللهجات اللي موجودة في المغرب بنسبة اللغات اللي كنية في المغرب بمعنى اللغة اللي كانت قديمة هي الأمازيغية وفيها بزنة الأنواع تقريباً الأشهر هم ثلاث لغات هي يعني لغات أمازيغية ثلاثة ثم عندما الدريجة المغربية اللي هي كان هضرب بها أنا دابا هذه الدريجة المغربية اللي هي قريبة من اللغة العربية وقريبة يعني شوية من اللغة العربية شوية من اللغة الفرنسية وشوية من اللغات الأخرى اللي هي أمازيغية فعندنا واحد الخليط فخرجنا لما يسمى بدريجة يعني زي العامية في اللهجة المصرية في اللهجة المصرية فدول لغات هم الأساسية في المغرب أما مع العولامة والتقدم كده بقينا نتكلم كل شي كي يضرب بالدريجة يعني حتى الناس اللي في مدن فقط أصلها أمازيغي تتكلم بالدريجة وتفهم الدريجة هذا التنوع يعني طاوح الانسجام بين الثقافات المغربية وحتى كما ذكرت أستاذة وذكرت الرئيسة الجالية أن المغرب متنوع تقافيا بمعنى أن أي حاجة عايزها يعني أي نوع تقافي تجده صحاوي تجد يعني في الشمال أو دهبنا في الشمال حلقينه مختلف تماما عن الوسط ومختلف تماما عن الجنوب بمعنى أن في تنوع تقافي جميل وحتى من ناحية اللغة أني أصعب شيء نلقيه في مصر أني لما نتكلم مع حد بالدريجة المغربية ما كيفهموش يعني ما بيفهموناش ممكن صعوبة صعوبة اللغة ديالنا معرفتش ممكن هو هو بس يعني معلومة طبعا يعني اللي بيجي مصر بيتكلم مصري على طول صح عشان أفلام يعني دخل دخل الفرنساويين دخل الإنجليز كله مش تتكلم مصري يعني صح هي دي مصر يعني لكن خليني أنقل على التراث المغربي عندي عندي مصممة أزياء وعندي شيف وعندي مرشد سياحي هبدأ مع شيف نور الأكلات المغربية من الأكلات اللي أصبحت بتاخد طبع العالمي الحقيق والمطعم المغربي ده بيبقى موجود في كل بلد تقريبا يعني كلمين عن الأكلات المغربية هو بصراحة الأكل المغربي كيمتاز للدرجة الثانية عالميا وفيه أكلات مغربية متنوعة فما غنقول يعني باش نختصر فمن ضمنها الأكل اللي كيمتاز يعني شوهرة في المغرب كيم طاجين الاناء قبل انيناء قبل تسم وطاجين لتلك لكن يكون دخل دياله الحم بالبرقوق لحم بالبرقوق البرقوق اللي هو فكهة البرقوق الأرازية والكسكسة هذه الحديثة عبري والله انا محب لأكل تعرف قول الكسكسو رفيصة البسطيلة لا لا ترجمة استاني بس واحدة واحدة كده اللي انتي قدتي الاول ده ايه اسمه ايه الكسكوسي اه تمام ده بتعمل باللحمة بالخضار اه تمام وفي بسطيلة بسطيلة اللي هي كمان بتتعمل من اللي بتتعمل بالسمك وبالفراخ وفي رفيصة طبعا ما فيش حد يعني ما بيعرفش رفيصة رفيصة اه اللي بتتعمل من الفراخ كمان والفطير فراخ والفطير اه دي طبعا كلها بزيت زتون طبعا لا اه ما فيش فيه زيت زتون بس ده الاكلات المغربية كلها بزيت زتون على فكرة كمان عشان زيت زتون صحي طبعا طبعا طب اشهر الحلويات اللي بتقدموها في رمضان اهوه ده بزافة كثير كثير بس من داملها شبكية البريوات وصفوف اه مش عالفاهة ده اه بس جاية ده بيتعمل من المقصرات ودقيق لكل المكسرات يعني شيف نور احنا عندنا في الحلويات الشارعية بتاعتنا المصرية الكنافة والقطايف وحاجات دي كلها عندكم نفس لا ما فيش كنافة لا ما فيش خالص لا ده في حلويات بس الحلويات مختلفة يعني اعلانا طيب اروح لنور بقى المرشدة السياحية اه تفضل بالمايك لو سمعت بان الحلويات المغربية كلها باللوز معظمة باللوز يعني متلا اشعد ان حلويات بالدقيق ولا حتى لو تعمل عجينة عجينة اللوز كعب الغزال ده مشهور كله باللوز البريوات باللوز بسطيلة باللوز يعني حاجة الشبكية باللوز ومضمن الحلويات اللي كان نعرضوها في رمضان هي الشبكية وصللو ده على كل تربيزة في المغرب ده لازم لازم يعني اللي عندو اللي ما عندوش لازم هادو تقوس رمضان ايه في الاخل حريرة حريرة ده الشربة الانترناشونال يعني في العالم كله معروفة طبعا بتتعامل من مجموعة من القطنيات وفرقة ولحمة وكزبارة ومش عارف ايه غنية 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 مش حقا يعني مهما قلتلك منها للصبح اه ما تقدرش تستغنع عنها حاجة جميلة جدا جميل جميل نور كلمني على يعني اكتر مكان ووجهة للسياحة وكلمني بقى عن السياحة هناك في المجرد اهلا بيك هو على حسب كل السائح اعايد اشوف ايه اهلا بيك المجرد المسبالي او بيستنى الناس المتنى اربع وخصوص شهر لعود يعني لو عايز غبات عايز دول سائع اهه طلع غبات شلالات سعود كثير سدود كثير سحرة اللي هي الذهاب الرمال الذهابية في الغابات وكل مدينة وتقاليدها وكل مدينة وطبعتها وكل مدينة وثقافتها يعني مغرب الثقافات مراكش معروفة يعني هي فيها سياح كتير يعني بيروحوا لها سياح كتير مراكش هي درجة الحرارة فيها عالية وأغلب السياح اللي هما العرب والأجانب بيحبوا يروحوا لها عشان درجة حرارتها وأكلاها وناس شعبيين ومضيافين وطيبين بس أنا شخصيا بحب أروح للمناطق اللي هي الأطلس اللي هي المناطق الجبلية أكتر الغابات والأماكن اللي فيها الجو سائع شوية كل مدينة المغرب فيها مدن كتير كل مدينة وثقافتها وكل مدينة أكتر حاجة بيشتروها السياح من المغرب إيه؟ غير ممكن اللبس 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 والحاجات للأكل والشرب والحاجات دي فضالي هنت أستاذ زاكية كلمينا عن يوم رمضاني تقليدي في إيلة مغربية سنت أول ما بتسحب تعمل إيه؟ خاصة إنه الطبخ عندكم مكوناته كتير والستابس بتاعته كتير وأعتقد إنه صعب ها هو فيه شغل كتير فأيه المطبخ حتى المطبخ المصري فيه المحشي وفيه يعني أول يوم يبتدي الصعب المحشي ده أصعب حاجة ده أصعب حاجة فكل بيت فيه أكيد فيه يعني المطبخ قد دخل سيدة المطبخ فعلا متعب بالنسبة إن إحنا كم غريبة نهضروع ليوم رمضاني كيفش كيف ده أصبح بقى كتنوضي أكيد الصالة وكتنوضي دارك وذلك شيء بقى نجهز البيت فأدخلي الكوزيناء أول حاجة كنبدو هي الحريرة كل يوم حريرة؟ ضروري الحريرة المغربية على الترابيزة المغربية ضروري على الصفرة المغربية في رمضان كنجهزو الحريرة كتنطفة مكوناتها كثيرة وهي غنية فيها البصلاء فيها الحمص فيها العدس فيها الطماطم طبيعية مش شفيف وفيها شعرية وفيها البهارات ديالها بهارات موجودة في كل بيتا مثلا تنصيبون الحريرة وباللحم بينصيب فيها قطعة صغيرة من اللحم وفيها دقيق وفيها شعرية دي في الآخر في تحت هذه بالنسبة للأساسي أما بالنسبة للشبكية كان كونم جاهزينها يعني من بالنسبة للشبكية وبريوات وسلو احنا كان نوجدوه قبل رمضان يعني بتعملوها قبل رمضان؟ صافي قبل رمضان صافي كان بدو نوجدوه شبكية ديالان وشبكية كانت أخذ وقت كبير في العميل بتاعها شوف نورها نهضرت عليها يعني عجينة باللوز وفيها مكونات خرا جنج اسمتو السمسم جنزابين لا السمسم يعني جنجلان سمسم وفيها اللوز ودقيق ومكونات ثانية يعني اسميتو النافع و أحبت حلاوة؟ يعني مش موهن لا باش نعطي فكرة يعني لستعرف شنو مكونات ديال بالنسبة للمصريين أما المغربة أكيد عارفين شنو من المكونات هادو كان مجدوه مقبل بالنسبة لأوصل له حتى هوا كان نحمره دقيق هذا كان مجدوه قبل إنو فيه شغلة كتير تاوى فيه اللوز وفيها سمسم وحاجة تانية بردو فهادشي كيكون أورادي موجود يعني قبل رمضان بتتجاهز قبل رمضان نحطوها في علم بتبقى موجودة قهبة هتتجاهزه طول رمضان طول شهر رمضان نجاهز الرمضان كله لأنه هي أصلا كل بيت عارف الكيمية اللي غادي يعمل كتير يعني كيلو كي يدلك جوج كيلو كل دقيق يعمل جوج كيلو أو تقريبا جوج كيلو ونص بمسابل هاد المسائل هدي كتكون أورادي موجودة في البيوت احنا كنصيبوا الحريرية اللولة ومن بعد كنصيبوا البطبوت معمر بالكفتة أو معمر بالدجاج عندها البطبوت هي عبارة عن عيش صغير كده مغربي اسمته البطبوت وتنديروا المسمن اللي هو الفطير المغربي وليش يعني قريب إلى حد المصري وانتو بتعملوا الفطير من أولو لأخرو ولا يعني في حاجات جاهزة وانتو بتحشوها وخلاص يعني عارفوا ان الستات المغربيات شاطرين لا بنعجين كان نعجلو البطبوت وكان نفتحوه في الوسط وكان ندير الحشوة ليكن نجدوها هدا بالنسبة للإفطار المغربي أهام على حسب كل بيت كلي كده البطبوت كلي كده نسمين مهم ولكن هدا دروري تكون البطبولات المغربية في الفطور زائد التمر أكيد وبالنسبة للإعشاء احنا كان نجدوها أو تانيف بالنهار كان نديرو الطاجين كان نديرو شلادة بنعمل طاجين أو ثلطة زي ما بتقولوا ولكن في التقديم احنا كان نحطوه في الصفر المغربية كان نحطوه عصير أو قتاي بنرد قتاي بيانسون بحالة قتاي در الشاي الأخدر اه الشاي الأخدر بالنعناع وكان نحطوه شبكية وتمر وصلو ودك شي لقوت لك من شوية وجدنا البطبوت ووجدنا السمان وصافي هدا هو الفطور دعنا الشاي الأخدر بتشربوه مع الفطار احنا عندنا نشربو بعد الأكل لا كي اللي كي حطوه كي يشرب مع الفطور كي اللي كي بغي يشرب قهوة كي اللي كي بغي يشرب عصير أو الحليب هي كل البيت وعاد يعني زي ما بيحرب كي بكي يبغي اه وكتنوه كي اليوم ندير أنا لقتي غدا ندير العصير غدا ندير يعني كان ندير يعني كان نوع على الصفرة يعني بس مبدئين كأتي هو الأساسي كان دير برد قتي كي بقى حدا نافر طبلا وكان أكله غير هو احنا هيا الفطور دينا المغربي ما فيش الأكل بحل هنا في مصر تحتوه كل شي الأكل على الصفرة تحتوه الرز وتحتوه المحشي وتحتوه تجاج وتحتوه كل شي اه صفرة عمران لا احنا نحتوه هيرا دي شي اللي قتلك يعني أنا قتلك كان عندي روش باكية وتنديرو سلوه وتنديرو تمر أساسي هدا هو الفطور دينا خيف تاكن نصليه العشاء وعاد كان نضون انت عشاء بخيف تايد يعني احنا دلوقتي المغرب بيدا بيبقى في الحاجات اللي حضرتك ذكر فيها الخفيفة دي وحريرة أكيد وحريرة بعدين ناخد الحاجات الخفيفة نصلي ونصلي العشاء وبعدين بقى الصفرة تمتد يعني عشاء فكتو مش ضروري بعد العشاء مباشرة ثانية بعد كلا الصفرة بقى تمتد ايه دي الساعة كنحطو طاجين دينا كنحطو الخبز كنحطو شلادة كنحطو دكشي اللي ولي كتحطو انتو ما في الفطور اللي بتنزلو على الفطر فعني احنا العشاء يعني منفصل تماما على الفطر كيكون خفيف انت كتبتاكل أد الأشياء البسيطة اللي احنا تتكلمنا عليها كتنود خفيف يعني مش وبعد صلاة العشاء تبقى الوقبة بقى الأساسية ايه تتنصلي وتنصلي التراويح وكل شي تعني نرجعو لدارناق عاوش اللي تنزلو بردتاي عاك طيب انا هو انا بفهم مغريبي انت فهمت يا طريق الكلام انا مش معاك واصل انا حتى كامل انا في الوقت الجليبي طيب هناخد فاصل ونرجع عشان نكمل احوارنا مع حضراتكم ان شاء الله ومع ضيوفنا اللي مشرفيننا من المغرب بإذن الله وهنتكلم كمان على الحمام المغربي الأشهر يعني نشوف ده بيعمل ايه و ايه الخامات اللي بيستخدموها فيه بعد الفاصل المغربية على عوامل شعبية وثقافية وتاريخية مشتركة وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة بينهما على المستوين اي الشعبي والرسمي مصر والمغرب شركاء في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استخلال القرار الوطني ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي ومكافحة الإرهاب ترتبط مصر والمغرب بلجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي وشهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية موسيقى مرة تانية مع حضراتكم ونوصل للقاء ومصر جميلة وطبعا حدثنا عن المغرب الشقيق ومعانا متخصصين كتير في مجالات كتيرة معانا الاستاذة صباح وطرق كان بيسألها السؤال قبل مجالة العفاظ طيب على ما الاستاذة صباح تجهز وتكلمنا على الحمام المغربي هند هنتكلم على العداد التقليد في الزواج في المغرج يعني مختلف وطبعا أكيد يعني بيبقى مكلف زي ما أنا عارف أو عندي المعلومات طيب على ما تتفاضل أستاذ صباح تفضلي حضرتك عشان تعرضي أكلميني أستاذ إلهام عن الاختلاف بين الزواج سواء في مصر أو في المغرب العداد التقليد بتاعتكم شكلها هي مفضل أول حاجة مسائل نور عليكم وكل سنة وانتوا طيبين وأنا سعيدة جدا بتبكدي معاكم النهاردة بالنسبة يعني مفيش اختلاف كتير بس في العداد يعني كبداية في الزواج وتكاليفه بالنسبة للمصري بيكون كتير بيقولوا كده المصريين أكتر بيقولوا إن كتير بس المغرب أكتر يعني إحنا عندنا العرس يعني بيكلب كثير صدق كذلك وعندنا اللبس المغربي اللبس واحد ممكن على الأقل عشرين ألف إجناء زي ما بتقول اللي هو بقى العبيات المغربية بالفستان الزفاف صح كده؟ صح وكذلك يعني عندنا حاجات يعني في العرس بيكون مكلف جدا بس كل واحد على حساب كلمني على المهر والشابكة عندكم حاجة كده المهر والشابكة أيوة طبعا ايه بقى بتبقى ازاي؟ بتبقى بس على كل قدر كل واحد يعني استطاعت الزواج بس لازم يكون في شابكة الدهب أيوة أكيد الزواج أو كده أيوة أكيد حسب الاستطاعة يعني استطاعت الزواج أقل حاجة ممكن تبقى كام بس أقل حاجة عشرة تلاف عشرة تلاف بالنسبة للخاتم إحنا ما عندي الناس يشرب أقل حاجة للخاتم بس العشرة تلاف يتولقى للباك بس للخاتم بس بس ممكن أضيف حاجة تانية بالنسبة للفرح المغربي العريس لما يجي تقدم للعروسة بيجيب لها حاجة اسمها دفوع أو الصغريط يعني دي حبار دفوع دفوع زي الهدية مجموعة هدايا يعني مش عاوزة أقولك بيكسل عروسة من ايت وزيت يعني ما بتجيبش حاجة زي اي خاصة باللبس بس بيكسل عروسة بيكسل عروسة بيجيب لها كل حاجة منها ثلاث حاجات كانت زمن سبع حاجات كل نوع سبع حاجات دلوقتي صار كل حاجة عشان غالة طبعا كل حاجة ثلاث حاجات يعني من اللبس كل لبس مثلا زي دا بالشوز بتاعه بالشنطة بتاعته سور يعني حتى الاندروير الشميس دونوي كل حاجة يعني بتخشي كل حاجة بس في احتلاف احنا ما بنجاهش العروس الراجل هو اللي بيتكلف بكل حاجة طيب الحمدلله ان المغرب بعيد وفي اضافة تانية كمان يعني الدفوع دا هو ماشي او صغري في بقرة يعني دي من الحاجات بقرة تيجي ايوة بجبال عزبوت دا الاهل العروسة والله لازم البقرة دي بتتدبح بقى ما لازم دعوه بالفرق يعني دي بتبقى في دي من الهدايا من الهدايا طيب وابو العروسة بيعمليه بالبقرة دي ها يتباحها للمعزين ها يتفضلها بس السباة قالوا انا عاديين نرجع للعادات وطبعا انا رجعا نعمة مساء الخيرة عليكم جميعا اعواشركم ببروكة اا غادي نبدو دابا نعرفكم على المنتجات المغربية والحمام المغربي وما ادرك ما الحمام المغربي يعني الستات ما تفوتهمش تفاصيل المملة الحمام المغربي عبارة عن صابون مغربي اللي هو بزيت الزاتون وكين الكيس اللي معروف بالليفة القفاز وكين الطامي والورد والحنة والعكر الفاسي والداد عش بسميتها الداد هاد الاساسيات لازم تكون في الحمام المغربي لازم وكل حاجة ليها فايدة على الجزء؟ طبعا طبيعة كلها طبيعية دي الميزة ديالها طبيعية 100% حاجات دي مش موجودة عندنا في مصر؟ تقريبا مش كلها ولكن هاديتها تجي من المغربي مدينة من المنتجات اللي هي بتصدرها المغربي صح كده؟ اه وزيت الأرجان اللي مشهور ده نمبر وان رقم واحد في المغربي هاد زيت الأرجان الشجرة دياله موجودة غير في المغربي بس طيب كلمين اهو ممكن حضرتك ترجعي مكانك ونتكلم على الخطوات اللي بتمر بيها اللي عايزة تعمل الحمام المغربي يعني بتبدأ بإيه لغاية لما نوصل لك؟ البداية بقى يعني بالعروسة دخلت عندك في الحمام اه العروسة لازم تتجهز نفسها سبعة أيام من قبل العرس سبعة أيام؟ اه ايه ما تشربش مية؟ لا 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 لازم تهيئ نفسها يعني نفسيا كمان لازم تهيئ نفسيا عشان العرس وتكون مرتاحة كتبدأ تستخدم المسكات الطبيعية تستخدم من بشرة أو شعر لازم كل سبعة أيام وآخر شي كيكون هو الحمام المغربي كتقلس في البيت كتبقى تدير ماسكات سبعة أيام كنحبسوها في الدار ما كتخرش تتحيبس ما تخرش من الدار لازم نديروا لهالماسكات من الشعر من الوش طبعا دي غتكون مالكة يوم فرحها يوم العرش ديالها لا خالص كتقلس في البيت كيف ما قلت لك نحبسوها ونشتغلوا عليها بالنسبة للمسكات والحاجات تديرها العروس أو أي سيدة مغربية ماشي شرط العروس الأساسي هو الحنة والغاسول اللي تعرف هنا بالطمي والعكر الفاسي والعشبة تداد وهذه الحاجات تكون لها طبيعية في الميوم تواجدها في المغرب تقريبا ما تلقاش في بلاسة أخرى غير المغرب وخاصة زيت الأرغان هذا الوحيد موجود شجرة دياله في منطقة أقادير ما بين أقادير وصويرة حتى ما كيتنقلش يعني يحاولوا الأجانب أنه منقلوا شجرة بس ما عرفوش لأنه منجحتش لهم والفوائد ديال الزيت ممكن أنا نتكلم على فوائد الزيت بما أنه هو رقم واحد في المغرب فوائد يعني داخلية وخارجية في نفس الوقت يعني الجسم وتجميلي مفيد للبشرة والشعر وديكي نضارة بقل لا مش نضارة بس ده حتى هو يخفض نسبة الكوليسترول في القسم هو يعني ما كيتختلفش على زيت الزيته يعني 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 يتبخ بي ولا بيتاخد لا مراحل دياله اللي هو غي يتاكل كيتحمص ويطحن باش يتاكل والتجميلي كيتتعصر على البارد ما كيتحمص كيتتحان في اللون في اللون والريحة اللي هو تجميلي مالوش ريحة نفاذة والآكل كتكون عنده واحد الريحة اللي هي ديالة تحميص طيب مائدة العرس بقى بتبقى ايه الطعام الليه طعام مخصوص ولا تفضلوا طبعا حتى العادة والتقاليد ديال العرس المغربي كيتختلف فمن ضمن الحاجات اللي بتنزل ما بتعملش اوبن بوفي زي هنا لو في قتيل اه معي اه باول حاجة بتتحطي البستيلة بستيلة ايما بتكون نوعين ايما بالجنبري والسمك والمكونات تانية ايما بتبقى باللوز وبالفراح طبعا اي واحد مغربي بحيعمل عرس سواء عندو ولا ما عندوش لازم يحط البستيلة وبعدين بيبقى حاجة سماش شوى يعني خرفان مشوية بيبقى محطوط نرسي خروف او حسب الامكانيات وبعدين في الناس اللي ما بتعملش الخروف بيعملوا الفراح يعني طبع في اربع فرخات بالكيباد والاوارس بيتها بيبقى مسوي بطريقة مغربية بفيش صوص حاجات بسيطة خالص ومن بعد الديسير اللي هو البنان والتفاح والإجاس والعناب والبرقوخ يعني غير كده العصاير بيتوزع والحلويت بتوزع والقهوة معترة ومؤترة والشاي بطريقة مختلفة حاجة فرح ملكي يعني استمتعنا معاكم بجد الساعة عدت الساعة عدت وليلة مغربية ودايما منورينا في مصر ومش عايزة أقول بلدكم التاني لأنه زي ما سمعت من الفنانة بتاعتنا ومصر هي قلب الوطن العربي دايما منورين قلب الوطن العربي كل سنة طيبين نورتونا حضراتكم نورتونا وأهلا بيكو دايما معينا في مصر جميلة وإحنا سعداء إن إحنا مع حضراتكم بنتعرف على الثقافات العربية المختلفة خلال شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جميلة